السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى تكونوا بخير أولا مع بداية سنة جديدة حب أقول لكم سنة جديدة سعيدة على الجميع يا رب العالمين ربنا يجعلها سنة مليانة بكل الأفراح وخالية من الهموم والأحزان يا رب يا رب يا رب سنة جديدة مليانة بالشفا وخالية من أمراض أو أوجع النهاردة هعمل معاكم ترطاية لعيد ولاد سارة بنتي تقدري طبعا تنفز الترطاية لأي مناسبة خاصة أنت عايزاها مش فقط مناسبة لعيد الملاد بس وحبيت أخرج من الشكل التقليدي وأعملها بالشكل المبهج ده بتمنى أن السنة الجديدة تكون مليانة ألوان مبهجة كفايانة حزن كفايانة وجع كفايانة مرض إن شاء الله طبعا ويا رب تكون السنة خالية من أي أمراض غمقى عاوزين ألوان فتحة ألوان مبهجة عاوزين سعيدة إن شاء الله ربنا يرزقنا جميعا السعيدة ويجعلها سنة مليانة بكل سعيدة بإذن الله تعالوا بينا بقى جوه الفيديو لشان نعرف التحفة الفنية دي اتعاملت ازاي بس قبل ما نروح أتمنى من كل قلب اللي مش مشترك في القناة يعمل سبسكرايب ولايك وشير للفيديو لو عجبكم طبعا هنقول بسم الله ونبتدي بالمقادير وطريقة التحذير فبولة هنا عميقة بكون نشفة جدا ضفت أربع بودات بتراجة حرارة المطبخ وضفت عليهم كوباية إلا ربع من السكر الناعم واثنين زرف من الفانيليا وكيز بيكينج بودر 26 جرام ومعلقة كبيرة من محسن كيك الجل وكوباية ونص من الدقيق ونص كوباية من الماء هضربهم مع بعض كويس جدا لحد ما ياخدوا قوام كريمي بالشكل ده طبعا أنا عاملة فيديو تفصيلي بالكيك بتاع التورتة هنسله لكم برضو على القناة علشان اللي حابب يتابع الطريقة بالتفصيل حطيت هنا خليط الكيك في صنية بطنتها بوراء الزبنة ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة أو على حسب درجة حرارة فرنك وده شكل الكيك بعد ما خرج من الفرن كيك هش طري جدا 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 كل اللي هعمله إنه هقسم الكيك على أربع طبقات تقدري طبعا تقسمهم على أكتر من كده أو على أقل من كده على حسب راحتك أنا قسمتهم أربع طبقات كانوا معي حلوين جدا وزي ما نشايف الكيك فضيع جدا طري وهش بشكل لا يقاوم أسهل طريقة لعمل كيك اسفنجي هي لطريقة دي صدقيني طريقة سهلة وبسيطة جدا جدا هنزلك بها فيديو بشكل منفصل علشان تقدر تستفيدي بكل الخطوات اللي موجودة للكيك في السبع مش عايزة طاول الفيديو علشان كده اختصرت لكم طريقة عمل الكيك بعد كده هشيل الكيك في التلاجة يرتاح أنا سيبته ليلة بحالها وبعد كده جبت بولة وضفت فيها ربع كيلو من بودرة الكريم شونزي الخام وضفت عليها معلقتين كبار من السكر البودرة وكباية ونص أو كباية وربع من الميا المجمدة أو الميا المتلاجة كون سقعة جدا جدا كل اللي هعمله إنه هضرب المضرب الكهربائي أو المضرب اليدوي زي ما تحبي بس طبعا المضرب اليدوي هياخد منك وقت أكتر ومجهود أكتر وده شكل ليه كريمة بعد ما تضربت كريمة متماسكة ممكن طبعا تعمليها باللبن بس كانت بالمياه طعمها حلو جدا على فكرة ما كانتش مش قد كده لأ كانت جميلة جدا بعد كده جبت الكيك زي ما انتم شايفين بعد ما بايت في التلاجة وعندي بقى السائل اللي هزق به الكيك ده عصير ألا ناس تقدر طبعا تسقي الكيك بأي عصير موجود عندك أو ميت كومبوت مش هتفرق كثير وبعد كده الخطوات التقليدة طبعا اللي عارفينها لأي كيك اللي هو طبقة من الكريمة طبعا في المرحلة دي لو تحب تضيفي على الكريمة اي نوع من انواع الفكرة تكوني مقطعها مكعبات صغيرة جدا جدا طبعا هيكون رائع وقيمة غزائية أعلى لو تحب طبعا مكسرات او اي نوع من انواع لسوسات سوس فراولا سوس توفي سوس شوكولاتة اي حاجة تفضليها وطبعا التورطايا بالشكل التقليدي او الطريقة التقليدية سوف تسقعها باي سائل او اي عصير وبعد كده شوية من الكريمة و mı kaki واي مكرنة من العصير و شوية من الكريمة هكذا حتى م shorter الكمية كلها مهم جدا وانا بحط الكريمة اتأكد ان hadi الكمية والكريمة ان enemies لاني الح조ائق لان ده هي فرق معا perchfall المالك Everyone ي không thể اا حوالい و حوال المann محتاجها تكون نفس الحجم وبعد كده هبتدي اجلس الترطاية بتاعتي طبقة خفيفة بس من الكريمة هجلس الترطاية كلها من فوق ومن الجناب تقدري بقى تنفيزيها بالطريقة اللي انت شايفها مناسبة او الطريقة الى اسهلك المهم انك تغطي الكيك كله بطبقة خفيفة من الكريمة ده هيساهم كتير جدا في ان الكيك يكون شكلها متساوي اكتر وتكون مرتبة اكتر ما يكونش فيها حفر او اي حاجة تمام كده بعد ما خلص تجليس الترطاية هبتدي احطر للشوكولاتة اللي هسيحها عندي هنا مكعبين كبار من الشوكولاتة البيضة هكسرهم قطع صغيرة جدا وهسيحهم في حمام مية يعني هضفهم في بولة وهرفعهم في حمام مية لحد ما يسيحوا يوصلوا للشكل الانت شايفها ده بعد كده هبتدي افردها على الكيك من فوق زي ما انتو شايفين نزلت بالشوكولاتة او بكمية الشوكولاتة على وش الكيك وهبتدي انازلها من الاطراف علشان تتغطي كلها طبعا في المرحلة دي لازم تكون ايديك سريعة شوية لان طبعا احنا تجو سقع جدا فالشوكولاتة هتمسك بسرعة يعني مش تاخد وقت طويل لحد ما هتلاقيها مسكت فمهم جدا تكوني فردها كويس جدا جدا قبل ما تمسك عشان ما يبقاش في اي مشاكل او عشان تاخدي افضل شكل لها طبعا لو عندك عجينة السكر تقدري تستبدلي الشوكولاتة البيضة بعجينة السكر هيكون هايل جدا جدا لو حسيتي ان التورتاية او ان الشوكولاتة مسكت قبل ما شكل التورتاية يكون منتظم هتجيب الاسباتيولا اللي بتفردي بيها الكريمة او تفردي بيها الشوكولاتة بالشكل ده هتحطيها في حميم مياه صخر زي ما انت شايفة وهدي بتاقي تمشي على الشوكولاتة حركات دائرية او حركات بطيئة جدا لحد ما تاخدي قوام مناسب اكتر للشوكولاتة ده كده بيبقى شكلها وبعد كده هبتدي بقى عندي عجينة سكر باللون الاصفر الالوان اللي شفتوها معي في التورتاية هبتدي اجيب اي قطعة صغيرة انا جبت البلبلة بتاعة الكريمة وهتطلع منها دوائر صغيرة جدا تقدري بقى تعمليها قلوب او تعمليها وردات زي ما تحبي اهم حاجة انهم كلهم يبقوا بنفس الحجم وتقدري طبعا برضو تشكلي فيهم تخليهم دوائر صغيرة دوائر كبيرة يعني حاجة بقى ايه تفنني يعني اعملي حاجة كوني مستمتعة وانتي بتنفيزيها عجينة السكر دلوقتي تقدري تشتريها من اي منفذ المستلزمات الحلواني موجودة دلوقتي وكتير كمان انا دي كنت محضرها في البيت هحاول اعملكم ان شاء الله بيها فيديو للي حابب طبعا مكوناتها بسيطة وهي كمان سهلة ولكن محتاجة تكنيك مختلف شوية علشان تغذي افضل نتيجة بعد ما خلصت الوردات اللي عملتها او الدوائر اللي عملتها من عجينة السكر هبتدي دلوقتي هلزقها على الكيك بتاعنا انا هلزقها بكريم شونتي تقدري بقى تلزقيها بشوكولاتة او اي حاجة ولكن الكريم شونتي كان معي شوية فضلين تدوني نتيجة كويسة جدا جدا تقدري بقى الدوائر تنفيذيها بشكل عشوائي او تعمليها بالشكل اللي انت شوفت ده زي ما تحبي وزي ما تفضلي زي ما بقولك دايما حاولي يعني تطلقي خيالك للعنين يعني حاولي كده تطلعي افكارك الشخصية فاي حاجة انت بتعمليها حتى لو كانت وصفة انت واخدها من على ليتيوب او من اي قناة موجودة ده كده بيبقى شكلها من تحت هبتدي اعمل نفس الطريقة من فوق انا بعد ما عملتم كده حاسيت ان هيكون شكلها قلطف لو جبتها بجنب شوية بحيس ان انا اغطي الطرف بتاع سطح الكيك بالشكل اللي انت شايفاه ده وبعد كده في النص برضو بعد ما عملت الدايرة دي كده حاسيت لان هيكون قلطف جدا لو عملت ده وردية صغيرة من اللون الاصفر بدل ما احطها دايرة صغيرة بس كده لا هعملها وردة حاسيتها شكلها هيكون قلطف كتير بالشكل ده وبعد كده بقى اللي تفضل معي من القطع اللي عملناها او من الدوائر اللي عملناها هبتدي اخدهم اه بعد الوردية كده واحدة ورد تانية كده خلاص خلصتها بعد كده هجيب اي سائل تلميع ممكن يكون اه جيلي او جيلاتين بس يكون خفيف جدا طبعا وهبتدي ادي للتورتاية من فوق تلميع بسيطة والغرض الاساسي ليه ان يكون مادة لازجة علشان السكر اللي هضيفه او السكر الملون اللي هضيفه على التورتاية من فوق يلزق اه فيها كويس عندي هنا سكر فضي وناسب جدا للالوان اللي موجودة معي هغطي القطع البيضة كلها بالشكل اللي انت شايفه ده وبرده من على الجناب نفس القصة القطع البيضة برضه اللي بينه هديها تلميعه بالسائل اللي موجود معي وبعد كده زي ما انتو شايفين بالسكر هبتدي اغطي الاطراف او هغطي القطع اللي بينه كلها كده خلاص التورتاية بتاعتي جاهزة خشلها بقى في التلاجة وهطلعها اه وقت التقديم على طول ده شكلها بعد ما خرجتها من التلاجة دلوقتي بقى هفتحها وورها لكم من جوه شكلها هعمل ازاي طبعا لو تلاحظوا انا بقطعها بالسكينة اه الكيك طري جدا 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 بشكل انتو مش متخيلينه طعمها اكتر من رائع علشان كده مهم جدا جدا السائل اللي بتسقي به الكيك يكون سائل طعمه حلو مش بس شوية مية وسكر وخلاص لانها بتفرق كتير جدا طعم الالاناس مع طعم الكريمة مع الشوكولاتة البيضة كان ميكس اكتر من رائع تحفة جدا طبعا الكيكاية زي ما انتو شايفين عالية وهشة يعني حاجة كده تحفة سهلة وبسيطة وعملناها في البيت بو مكونات سهلة جدا جدا يعني الترطاية على بعضها اه اه اتكلفت مبلغ قياسي يعني مبلغ رخيص جدا بالنسبة لاي ترطاية انت بيجيبها من بره اه حطينا بقى القطع دي هابي بردة دي بتاعت سارة اتمنوا لها بقى سنة جديدة تكون سعيدة ان شاء الله هي وكل الامة الاسلامية جميعا يا رب يا رب الترطاية تكون عجبتكم ويكون شكلها عجبكم اه والطعم طبعا جربوا حكموا بنفسكم اكيد هيجبكم باذن الله وده جدا شكلها بعد ما طفينا الانوار كان شكلها اكتر من رائع اتمنى من كل قلب انها تكون عجبتكم لو عجبتكم ما تنسونيش في الشير واللايك والسبسكرايب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة دمتم امنين يا احلى متابعين وسنة جديدة سعيدة عليكم وعلى الامة الاسلامية جميعا يا رب العالمين